موسيقى حياكم الله أدى الناخب التونسي واجبه الوطني في مشهد أقل ما يقال فيه إنه لحظة تاريخية مشرقة في مستقبل تونس لا نتائج رسمية حتى اللحظة في شكل الخارطة السياسية للبرلمان إلا أن ما يرشح بشكل قوي هو حلول حزب نداء تونس في المرتبة الأولى تليه حركة النهضة بفارق لم تحدد نسبته بعد المفاجأة الكبرى هو تقدم الوطني الحر بقيادة السيد سليم الرياحي وهو جديد على المشهد السياسي وخروج قاسي لكل من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بقيادة الرئيس منصف المرزوقي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات بقيادة مصطفى بن جعفر في حلقة اليوم نحاول أن نقرأ المشهد السياسي في ضوء النتائج غير الرسمية وما قد تكون عليه خارطة التحالفات الحزبية ما قبل الانتخابات الرئاسية وتسمية رئيس جديد للحكومة ضيفينا هما السيد مهدي مبروك وزير الثقافة السابق وأستاذ علم الاجتماع السيد زياد كريشان وهو رئيس تحرير جريدة المغرب نرحب بضيفينا الكريمين وأبدأ معك سيد كريشان لأسأل مباشرة فيما يتعلق بالنتائج الأولية حتى اللحظة طبعا ممكن تتغير الأرقام لكن بشكل عام هذه النتائج تكاد تكون إلى حد ما كم تحتل من المصدقية وما هي نسباتها تفضل يعني النتائج الأولية تجاه النتائج الأولية وهو يعني يتركز كذلك بالأساس على تصريح جزئي لبعض النتائج في بعض الدوار يفيد بأن التوجه العام سيكون كما قلت يعني حركة ندى تونس في حدود 36% تقريبا من نسبة الأصوات التالية حركة النهضة في حدود 27% ربما أو 28% من نسبة الأصوات والمرتبة الثالثة هي متأخرة جدا هي ربما تكون دون الخمسة بين الأصوات وهناك فرق كبير بين الأول والثاني من جهة وبين بقية قطيف السياسية والحزبة الثالثة ممكن يأتي في حدود 5% من الأصوات هذا التوجه عام أضحى في اعتقادي شبه أكيد بما يدل على ذلك أن الأستاذ راشد غنوشي رئيس حركة النهضة قد هاتف الأستاذ الباجي قيد سبسي رئيس حزب ندى تونس وهنأه بالانتصار فهذا يدل أن المعطيات المتوفرة لدى حركة النهضة من خلال مراحضاها المباشرين تفيد كذلك بنفسها هذه النتيجة ما يعطينا تقريبا لكن القانون الانتخاب التونسي معقد جدا لكن ما يعطينا تقريبا مبدئيا كتلة في حدود 90 نائب ربما لنيداء تونس من أصل 2017 أي الأغلبية المطلقة هي بنسبة 109 من النواب فهي الدون حوالي 20 نائب لتحقيق الأغلبية المطلقة وكتلة بحدود 70 نائب أو ربما أقل بقليل لحركة النهضة ومتأخرة جدا قد يكون حزب الاتحاد الوطن الحر للسليم الرياحي في حدود 15-16 نائب يعني ترى أن هناك ما نسميه في تونس بالاستقطاب الثنائي كتلتين همتين سأسأل عنه وبالتالي ما سيترتب عليه من خارط التحالفات حزبية لكن ابتداءا دكتور مهدي حضرتك أيضا أستاذ علم الاجتماع كنت وزير في الحكومة السابقة من خلفية اجتماعية ومن خلفية أيضا سياسية أريد أن أسأل هل كانت مفاجئة النتائج التي صدرت للتو أو يعني ما يصدر من النتائج على الأقل أولية للمطلع الجيد سواء للأداء الحكومي أو لتمثلات الناس بالأساس للأحزاب والخريطة السياسية التي تشكلت بعض الثورة ولنتائج صبر الآراء ربما لم تفاجئه النتائج بشكل قطعي يعني في الأيام الأخيرة تقريبا نتحدث عن متنافسين رئيسين بينهما يعني بعض الفواصل هناك من ذهب ربما لإعطاء أسبقية طفيفة لندى تونس وهناك من قال ربما أنه باستطاعة النهضة في الأسبوع الأخير أن تتأخى أن تتدارك عفونا وتقلص من الفارق ولكن يعني في حق الأمر لم يكن الأمر مفاجئا أغلب صبر الأراء كانت تتجه للقول أن ندى تونس قد يكون في المرتبة الأولى نعم هذا في المرتبة الأولى أسباب هذا التراجع لحركة النهضة مقارنة مع 2011 برأيك طبعا في جملة أسباب موضوعية سيد زيادة كريشان لا أحد يستطيع إنكارها هل تعود لأسباب مرتبطة بفشل حركة النهضة كما يتهمها خصومها أم لأسباب منها جملة موضوعية وجملة أيضا نتيجة الظروف السياسية الموجودة حاليا هو ملاحظة أولية يعني ثم حوالي 4 مليون و 400 ألف من صوت في انتخابات 2011 ولدينا حوالي 3 مليون و 200 ألف تقريبا من صوت في انتخابات 2014 يعني أن ربما نتيجة حركة النهضة كان ستكون أكثر سلبية لو كان هناك مشاركة أهامة تضاهي مشاركة 2011 حركة النهضة حصلت على مليون و 300 ألف صوت في 2011 وحوالي 850 ألف بنسبة 37% وحوالي 850 ألف هذه السنة أي خسرت حوالي نصف مليون ناخب في ظرف ثلاث سنوات ما نراحظه أن تجربة الحكم التي قادت حركة النهضة خلال السنتين صاحبتها لنكون بسفات الموضوعية هذه تجربة صاحبتها أولا الصعود القوي والمدومي والدموي للإرهاب يعني اغتيالات سياسية ثم يعني اغتيالات الجنود والأمنين إلى خيره وما يعني يعاب على حركة النهضة بالأساس من خلال خصومها وأعتقد حتى بعض أنصارها كان يعتقد هذا كذلك هناك نوع منها في بداية الأمر سوء تقدير الظاهر الإرهابية الجهدية وعدم إدراك خطورتها على البلد وتعامل في البداية لم يكن بالحزب الواضح عندما ظهرت بوكيل العلم في السياسي وبوكيل العلم في السلافي في تونس لم يكن التعامل معها بصفة جدية ولم تكن تقدر الحركة النهضة وهي ترقود البلاد اسمح لي قبل أن أتحول إلى الأستاذ معالي الوزير السيد مهدي مبروك البعض يقول حتى فيما يتعلق بحركة النهضة على سبيل المثال الأستاذ عبد الفتاح مروه هو أحد الشخصيات البارزة وكان نائب رئيس الحركة النهضة في الصباح الأسبوعي يقول أن الأقبال من طرف الناخبين كان إلى حد ما مخيبا للأمال وبالتالي حركة النهضة ربما تكون خسرت من بعض الأصوات التي كانت تعول عليها نتيجة هذا الموضوع إضافة إلى أن الكتلة الناخبة في هذه المرة هي أقل بكثير من الكتلة الناخبة في المرة السابقة وبالتالي نستطيع القول أن كل هؤلاء صوتوا ضد حركة النهضة أو لم يصوتوا لحركة النهضة يعني في جملة معايير أيضا موضوعية في هذا الأساس يبدو لي أن التحليل الأستاذ عبد الفتاح مروه تنقصه كثير من الدقة حركة النهضة حركة عقائدية في المشهد التونسي هي حركة عقائدية والحركة العقائدية هي الحركة الأقدر على تجيش أنصارها ومتعاطفين معها فأنا أقول عكس ما ذهب إليه الأستاذ مروه لو كانت نسبة قبال التونسيين أكبر على الانتخاب لو كانت نسبة حركة النهضة أقل من هذا أقل من ما حصلت عليه حركة النهضة حصلت على ما يمكن لها أن تحصل عليه اليوم يعني هذا الحد الأقصى التي هي ممكن تحصل عليه وهذا يعني الأكشف وسرًا يعني كل حملية سبل آراء من خلال سنة 2014 كانت تعطي الحركة النهضة يعني تدحوجا تدريجيا في نسبة تصويت ولسيما في كتلتها الناخبة من مليون إلى تسعمائة ألف وتوقفت هذه الكتلة في حدود ثمانية ألف ناخب يعني هذا كان معلوم قدرة التجيش والتعبئ لحركة النهضة لم تكن تتجاوز هذه النسبة وفي اعتقادي أنا استفادت من الإقبال المتواضع للتصويت لكي تكون نسبتها مرتفعة في حدود 27.4% و28% لأن عملية سبل آراء التي كانت تتوقع حدود أربع مليون ناخب كانت تعطي حركة النهضة ما بين 22% و23% فهي بالعكس يعني استفادت من العزوف ولم تكن متضررة منها حتى البعض يقول معالي الوزير أن حركة النهضة استفادت أيضا يعني بحكم الخبرة السياسية التي كسبتها خلال هذه السنوات بخروجها الآمن كما يقول البعض من الحكم حافظت على عدم تدني أو تدهور هذه الشعبية نتيجة طبعا عوامل حركة النهضة تعترف هنا في بعض التصريحات تعترف أنه كان هناك أخطاء ارتكبت وهي يعني تعترف في هذه الأخطاء بنفس الوقت عملت على محاولة فرملت أي تأخر هل نجحت بما أنه تحدث عن حركة النهضة قبل أن أنتقل إلى الجهة الأخرى هل نجحت حركة النهضة بالفعل في أن تحافظ على الحد الأدنى من رصيدها الشعبي وبالتالي تثبت أنها ليست قوة طارئة على المجتمع التونسي كما يحاول البعض أن يقول بل قوة أساسية متجذرة في الشعب التونسي وقيمة معتبرة على الأقل نعم أعتقد أنه لابد من تذكير بما كان يقوله رئيس الحكومة السيد حمد جبالي نعم حينما يقول أن الخروج من الحكم بالأساس كان من بين أهدافه إنقاذ الترويكة وإنقاذ حركة النهضة من الآلة التي هرأت وفتتت حركة النهضة وأعتقد أنه كان السيناريو يكون أكثر صعوبة حتى لأقوله كارثية لو ذهبت حركة النهضة مباشرة من الحكم إلى الانتخابات ويبدو أنه في ظرف تقريبا سبع أشهر ثمانية أشهر عدلت من كفة استطاعت أن تدارك الحد الأدنى من تدارك الممكن ما كان لها أن تدارك بشكل ماذا باعتبار حضرتك أستاذ علم الاجتماع هل هو بتغير الخطاب السياسي أم بتغير الوجوه المتحدثة في التصريحات أم بتغير الأدبيات السياسية التي تطرح حركة النهضة أم فقط لخروجها مجرد خروجها من الحكم حاولت يعني هذا أعتقد أنه العداد ما نسميه العداد السياسي يعني العداد كما العداد السيارة العداد السياسي كان عداد سالب يعني كل شهر كل شهر في تراجع في تناقص في المؤيدين يعني بقد تنظر عن الآن نريد أن نفهم ظاهر الانتخابي في تونس لن أعود إلى تقييم ولكن أعتقد أن العداد السالب في ميزان حركة النهضة أعتقد أنه كان سيراكم الأخطاء والصعوبات بما يجعلها تذهب إلى الانتخابات وهي تقريبا فاقدة من أرصيدها الانتخابي الذي يسمح لها بما حققته في الانتخابات الحالية المحلل السياسي جوهر بن مبارك سيدك ريشان يقول إنحياز الناخبين لكلا الحزبين نداء تونس وحركة النهضة هو الخوف من الآخر خوف من تكرار فشل النهضة فصوت لنداء تونس وخوف من عودة المنظومة القديمة فصوت للنهضة هل كانت هذه الثنائية التي ظهرت الآن في المجلس سببها قلق في الأصل قلق مجتمعي من عودة رموز النظام القديم أو من تكرار فشل حركة النهضة يعني في الحقيقة كل بلد محكوم بثنائيات ولا أعتقد أن هناك ثنائية وحيدة تفسر الوضع التونسي هناك عدة ثنائيات مثلا لو أخذنا هذه الثنائية وهي موجودة إلى حد ما لو أخذناها بمفردها لما أمكننا أن نفسر انهيار الأحزاب التي تمثل المنظومة القديمة بصفة علنية وواضحة هذه الأحزاب حققت نتائج في 2011 أفضل بكثير من نتائجها في 2014 إذن هناك ثنائيات هناك ولا شك خوف متبادل بين الشقين من التونسيين خوف متبادل من الإسلاميين خوف من الإسلاميين ومن أنهم سوف يدخلون البلد في ما يشبه الطلبنة تصبح طالبان تونس هذا الخوف موجود هذا الخوف ما زال له مبرر كل ما فعلت حركة النهضة حتى اللحظة وما زالت تتهم هذا الخوف موجود ولولا هذا الخوف لما كانت نتيجة حركة النهضة بهذه الطريقة هل أنا هذا الخوف مبرر أم لا هذا موضوع ثاني المسألة هي على مصول المخيال في المخيال هناك خوف من الإسلاميين ورغم الخطاب المطمئن إلى أقصى درجات الطمئنة التي مارست الحركة منذ ستة أو سبعة أشهر هذا الخوف ما زال موجودا من جهة الأخرى هناك ولا شك خوف لا يمكن أن نقولها فقط من الإسلاميين لكن من صنف معين من المجتمع هناك خوف من ما يسمى بالمنظومات القديمة ولا نقصد هنا منظومات بن علي تجمعيين بل لا لا يعني المعنى الدقيق لهذا هناك خوف من المنظومات التي تتحكم في المال تتحكم في السياسة تتحكم في الثقافة في الفكر أي من النخب بصفة عامة وإجمالية هناك نوع من خطاب معادي للنخب أو خطاب نخب جديدة لا ترى نفسها في النخب السائدة ولكن حركة النهضة لم ترد أن تستغل هذا الخوف هناك أحزاب أخرى لا عجبت على الخوف من المنظومة القديمة وهذه الأحزاب كحزب المؤتمر من أجل المورية لرئيس الحالي قد فشلت فشلا ذريعا حركة النهضة هدفها كان بعد أن أدركت أن الرياح لم تحد مواتية لها وللإسلام السياسي في الجهة بصفة عامة بعد أحداث الصائفة الماضية في تونس وكذلك عربيا في مصر وغيرها أصبح هدفها واضحا أخذت قرارا بأن تنغرس بهدوء في تربة التونسية ولو فيما يعرف بتونسة الخطاب الإسلامي تقصد هنا؟ لا فقط توطين موجودها في تونس بخطاب هادئ جدا بالسعي إلى طمأنة الداخل التونسي بالسعي إلى طمأنة دول الجوار وليس أيام الجزائر وبسعي كذلك إلى طمأنة الدول الفاعلة في العالم حتى وأنت تعتبر كلمة توطين خطابة أو كأنها طارق على المجتمع التونسي حتى في الأدبيات المتبعة نحن نتحدث من ناحية التاريخية والاجتماعية هي ولا شك طارق على المجتمع التونسي حركة النهضة حركة النهضة باعتبارها في البداية في السبعينات حركة إخوانية تنهر إلى الأخوان المسلمين وإلى ثقافة لنقول إخوانية سلفية هي ككل تيارات الحركة اليسرية حركة الطارقة حتى بما فيهم الناصريين القومين العربي فكله كان تيارات بمعنى أن الأفكار الأساسية استقطابة من مناطق محددة كل الطيارات كانت وعاشت في فترة معينة في قطيعة مع المجتمعية في السبعيات والثمانينات لكن منذ نهاية الثمانينات أرادت أن توطن نفسها أن تتتونس إنشائنا بما يمكن أن نسميه وربما الأستاذ يكونوا موافقاً على ذلك بما يمكن أن نسميه بالإسلام السوسيولوجي الإجتماع الإسلام الاجتماعي أي تلك الطيار الفكري الذي لا ينفي ماضيه الفكري وانتمائته الفكري لكنه يريد أن يكون لعباً أساسياً ويريد أن يكون لعباً في الواقع التونسي وهذا تحول نسبياً جديد في حركة المؤتمر جميل انطلاقاً مما يقول سيدك ريشان معالي الوزير يعني لو قرأنا أو حللنا الآن أنه كانت هي شريك النهضة مع حزبين فاعلين ترويكا حزب التكتل وحزب المؤتمر في الوقت الذي حافظت على الأقل حركة النهضة بالحد الأدنى على شعبيتها كان خروج شبه قاسي حتى نقول كلمة أخرى لكيلة الحزبين هل نستطيع أن نفسر هذا المفارقة في النتيجة؟ يعني النهضة التي كانت تعتبر هي الحاكم الفعلي في الترويكا حافظت على الحد الأدنى من شعبيتها في حين من كان يتهم بأنه جزء من ديكور خرج خروجاً مغزياً يقول البعض من خارطة البرلمان نعم هو نوع فيه نوع من المفارقة ولكن أعتقد أنه لا يمكن تماماً أن نفسر ما حدث ليح حليفين حركة النهضة والذين يشكل معها الترويكا بدون أن نعود إلى المناخ الانتخاب الذي سعد هذين الحزبين تعلم تماماً أنه كما ذكرتم يعني المناخ الانتخابي الذي حفى بانتخابات 2011 يعني كان هناك مد ثوري كان هناك ربيع عربي واعد إلى غير ذلك وبالتالي استفادت القوى الثورية بين ضفرين من هذا الآن في مرحلة جزر وفيه تغير للسلوك يعني السلوك الناخب علينا أن نتفطن إلى معطى سوسيولوجي مهم يعني عادة في المجتمعات التقليدية يكون السلوك الناخب هذا في أوروبا إلى حدود السبعينات يعني السلوك قائم على العاطفي والفكري الآن يبدو أن الناخب الدونسية تحرر من هذا ويصبح أكثر براجماتية أي أنه يعاقب بقسوة بقطع النظر وهذا فيه ديناميكية جديدة هل يعاقب نفسه بانتخاب نداء تونس على فرضية من يقول أن أغلب القيادات في نداء تونس هي من حزب التجمع أو من المنظومة القديمة أنا أجيبك على السؤال الذي طرحت لماذا فقد هذا أعتقد أن أولا المؤتمر لم يعد المؤتمر الذي خاذ انتخابات 2011 تجزأ إلى أكثر تشضى تيار وأحزاب بفعل انقسامات لكن حتى هي لم تأخذ أيضا أصوات معتبرة حتى من تجزأ إليه لم تأخذ أصوات معتبرة يعني المحصلة كانت ضعيفة يعني على مستوى سابر الآلاء يعني هناك إقبال شعبي على ولكن التعبير الإحصائي لهذا كانت ضعيفة جدا هذا حدث مع التكتل وبقطع النظر طبعا شركاء يعني شركاء الإخفاق يعني صغار الشركائي في الإخفاق هذا معروف حتى في التروس يعني في شركات الكبراء يتحملون وزر الإخفاق في الشركة السياسية ولذلك كان بالفعل كما ذكرتم الخروج قاسي هل عاقب الشعب نفسه باختيار هذا أعتقد أنه من المبالغة أن نقول الشعب أنا أريد أن أهنأ شعبنا على انتخابات حرية حرة نزيهة ديمقراطية وهذا مهم جدا كان الأقبال مقبول برأيك؟ أعتقد يعني في حدود السياق 60% في حدود السياق يعني أقسى ما منحه خبراء الانتخابات لكن سيدك ريشاني حسب مقالتك اليوم في صحيفة المغرب بتقول يعني بالحرف تقول طبعا بتقول غير المصوتين هم الحزب الأول في تونس يعني وكأنه لم تجد أنه 60% أنه هي حصة وازنة في مجتمعات عربية جديدة حتى على العمل الديمقراطي مقتنع به إلى هذا الحد 60% هي من مجموع الناخبين المسجلين نعم ما يعطينا 5 مليون و200 ألف ناخب تقريبا بينما التونسيون الذين يحقوا لهم الانتخاب هم في حدود 8 مليون أي لدينا 3 ملايين من التونسيين يجوز لهم الانتخاب وهم غير مسجلين هذا من جهة ثم على المسجلين هناك مليونين لم يتحولوا إلى صندوق الاقتراع أي تقريبا الصورة 3 مليون تونسي تحولوا إلى صندوق الاقتراع وخمسة مليون مكثوة في منازلهم فهذا يعطينا بطبيعة الحال أنه نسبة المصويتين ككل ما تفسيرك لهذه الظاهرة؟ لأنه فيه معروف حتى بالسيسيولوجيا أنه فيه دائما ما يعرف بحزب الكنبة يعني هو يطبل مع المطبل ويزمر مع المزمر كما يقال يعني أو غير معني مباشرة بالحياة السياسية فهو يرضى بما من يأتي وموجودة في كل دول العالم حتى في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي أم أنه السبب سياسي بالدرجة الأولى بمعنى أنه شعور غير آمن يعني شعور غير أنه التغيير سيكون له فائدة في الحياة السياسية في تونس أنا في اعتقادي هناك عنصرين أساسين للتفسير لأنه كان في سنة 2011 حوالي نصف تونسين صوتوا ونصفهم لم يصوت هناك جزء نهام يعادل النصف ربما في تونس يعتبر من هوامش المجتمع هوامش اجتماعية هوامش طبقية هوامش جهوية أقول حتى هوامش عاطفية وهوامش في الحلم والخيال هؤلاء غيروا معنيين يعتبرون أنفسهم غيروا معنيين بما يدور بين النخب بالمعنى الواسع للكلمة بإسلامية أو غير إسلامية أضيف إلى هذا الجزء من الهوامش من لم يعد يقتنع بعد ثلاث سنوات بأن السياسي قادر على تغيير الواقع اليومي يعني ما عاشه الغرب خلال مئة سنة من تجربة ديمقراطية إلى أن وصل بأن أثر السياسي في الحياة اليومية بسيط نحن عشنا بصفة مكثفة خلال ثلاث سنوات يعني جربنا في خلال ثلاث سنوات حكومات غير مسيسة قبل الانتخابات حكومتين مسيستين ثم الآن حكومة تكنقراط في ستة حكومات هذا الانتباع العام يشمل ثلاث ملايين التي حدثت عنهم يشمل الجزء هامل التونسيين بأنهم لم يعودوا مقتنعين بقدرة السياسي الحاكم على تغيير الواقع وهذا ما يفسر بأن جزء هامل في تونس اليوم غير مهتم بالانخراط في العملية السياسية والتحدي الأكبر للجميع حكما ومعارثا غدا هو أن إدماج هذه الفئات التي هي بصدد الخروج من السياسي هناك فئات في تونس بصدد الخروج من العملية السياسية وهي غير طيبة بالمرة لتونس واستقرار البلد في المستقبل هو بإدماج الجميع صوت لمن تريد لكن بالتصويت تنخرط في الحياة العامة وتنخرط في الاهتمام العام ويكون لك رأي ووزن فما أخشى أن جزءا متعاظما إلى حد اليوم من التونسيين هو بصدد الخروج وبيصدد أن يكون في هامش الفعل السياسي لكن على هامش القول بهذا الخصوص حضرتك تتحدث في نوع من على الأقل أقول قلق لا أقول تشاهم وإنما قلق بخلاف ما يقول رئيس وفد الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات في تونس السيد وجيح حنفي لصحيفة المغرب أيضا أنقل من صحيفتكم فيقول التجربة التونسية الجديرة بأن تحذو الدول العربية حذوها يعني التجربة على الأقل لأنه كما أهدت تونس ربيعا عربيا للشعوب العربية هي الآن تقدم أيضا تجربة وازنة فيما يتعلق بتصحيح مسار هذا الربيع برأيك إلى أي حد بالفعل أن تونس من خلال هذه التجربة ومن خلال هذه النسبة الأرقام ورغم كل التهديدات بالفعل أثبتت أنه لا النخب التونسي لديه من الأمل والأفاق والحلم أكثر بكثير من التحديات الموجودة أساسا أعتقد أن نموذجية التجربة التونسية في الانتخابات لا تكمن في النتائج التي أفرزتها ولا في ملامح الناخب لأن كل مجتمع له ملامح الناخب الذي يفرزه ولكن أعتقد نموذجته أولا في أنها خرجت بشكل يكاد يكون نهائي من أروقة وزارة الداخلية من خلال تحييد الإدارة الانتخابية وهذا مهم بقتل نظر عما حدث من إخلالات ويعود في الكثير منها إخلالات تنظيمية أو إخلالات الفائلين السياسيين في حد ذات يبدو أن الدولة أو الإدارة رفعت بشكل يكاد يكون نهائي تقريبا إلى بعض التجاوزات الطفيفة على إدارة العملية الانتخابية من خلال إحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات مستقلة مواردا ومستقلة يعني كفاءات بشرية وإدارة إلى غير ذلك أعتقد أن نموذجية الانتخابات في تونس أنها تعكس إلى حد كبير التعددية في العائلات والمشارب الفكرية فلا إقصاء بما فيه من نسميهم نحن رموز النظام السابق ولذلك الانتخابات مملوئة شرعية ومشروعية أخلاقية لا أحد يستطيع أن يشكك أنني لم أكن ممثلة لأنني تم إقصاء مسبق نظرا لأنني اشتغلت مع النظام أو سهمتك هذه أيضا حين ذهبنا إلى أقسى ما يمكن أن يفسح عنه الصندوق الاقتراع وبالتالي نموذجية في مشروعياتها الأخلاقية الممتلئة وشرعياتها القانونية في إطار من المصارحة نستطيع القول في إطار من المصارحة والمصالحة يعني أنت لم تمنع لم تستأصل للإسلام السياسي كما يحاول البعض في بلدان أخرى ولا بنفس الوقت تمنع حتى كل من هو يعمل كان مع المنظومة القديمة وتحمل مسؤولية التاريخة كلها نعم أعتقد أن هذا مهم يعني كان بالإمكان يعني كنا بين قوصين أو أدنى أن نفعل قانون العزل السياسي وربما المثال الليبي بجزء ما تسبب وبالتالي أمام سيناريو مختلف ما يتسبب الآن من العنف وإقصاء المشاركة السياسية يعني من تقصيه في المشاركة السياسية كما قال يبدو سيد راشد الغنوشي كان على الأقل مستشرفا لهذه القراءة وبالتالي يقول أنه نحن لم نفعل هذا الحكم أو عارضنا حتى لا نقع في نفس المصير الذي تقع في ليبيا حاليا أو حتى العراق نعم أكيد أنه التجارب الاجتفاثي كانت سيئة ولم تؤدي إلا استشراء العنف وتستعد منصوب في العب هل ذهبت في بعض الأحيان هل ذهبت حركة النهضة عن قناعة عن مراجعة فكرية تحت الإكراح تحت الضغط إلى هذا اللون الجديد أنا أثني وأتحمل مسؤوليتي أننا في بعض الأحيان ما لا نذهب إليه عن محض قناعة يأتينا هو وبالتالي قد نتبني هذا معروف على الأقل في علم الإيديولوجيا يعني أنه أحيانا نتطفل نفسه يعني حتى العلوم السياسية ما نسمي الاستراتيجيات يعني مع ميشيل كروزي أو يعني الاستراتيجيات اللي لا تبنى فقط بما يتاح لك من موارد نعم صحيح يعني من جزء كروزي بضرورات الواقع أحيانا نعم ما تلتقفه أو تدريكه من موارد يعطيه خصمات طيب تسمحوا لي أذهب إلى فصل قصير نرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا مشاهدينا نحييكم من جديد مشاهدنا ونحيي ضيفينا هنا في الستوديو معالي الوزير مهدي مبروك وكذلك الأستاذ زياد كريشان وهو رئيس تحرير جريدة المغرب أبدأ معك سيدك ريشان لأسأل الطيب البقوش الأمير العام لحزب نداء تونس يقول فارق الأصوات سيكون محترما بين النداء والنهضة والتعايش السلمي والديمقراطي سيكون سيد الموقف بين الطرفين هل هو تمهيد لتفاهمات أم أنه يعني بمعنى إعادة قراءة وتوزيع بشكل أنه نحن أمام ثنائية قطبية نداء تونس في الحكم وحركة النهضة في المعارضة يعني كما هو معلوم عند الجميع السياسة هي إدارة أمر الممكن فن الممكن فن الممكن وربما كانت نداء تونس يفضل أن يكون لديه أغلبية مطلقة في البرلمان القادم لكي يتمكن من وضع السياسات التي يراها يعني مجدية له وللبلد الناخبون أعطوا برلمان لأغلبية مطلقة فيه كما قلنا منذ قليل نداء تونس لكي يحرص على الأغلبية المطلقة في البرلمان هو بحاجة إلى حدود 20-25 إضافة إلى تحالفات جديدة فلديه اختيارين إما أن يبحث عنها في شتات الأصوات وشتات القوى التي لديها ثلاثة نواب أربع نواب أمر ممكن هذا ربما قد يكون ممكن لكنه سوف يخضع بابتزاز من قبل هذه الأحزاب الصغيرة بالنسبة لحجمها بالنسبة لحجمها وهي تريد أن تقايد ثلاثة أو أربع نواب بامتيازات وربما ما نسميه نحن بمحاصصات حزبية كذا مما يجعل الأغلبية القادمة هشة أو يفضل أن يتفاهم مع الطرف القوي والكبير الثاني بعده ومعا وربما مع أطرف أخرى تصبح عاملة الابتزاز أقل بكثير وفي اعتقادي يعني لو كنت حضرتك في محل نداء تونس ما بعرف تتمنى حضرتك تكون محل نداء تونس أنا أدمن أكون في محلي أنا لو كنت الآن في محل نداء تونس وأمامك هذه الخارطة الحزبية في البرلمان أيهما الأفضل والأسهل فعله هل تحالف مع النهضة أم أنه البحث عن أطراف وأحزاب صغيرة أنا لو كنت في محلي داء تونس أي في محل الحزب الذي سوف يطلع بمهام الحكم وضع تونس على مستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمن كذلك صعب للغاية ولا يمكن للحزب بمفرديهم أي أن كانت أو لحزبين أن يطلع أو أن يقوم بمختلف هذه الأدوار وأن ينهض بالبلاد بصفة مرضية بمفردهم أقول وهذا لا يخص فقط الطبقة السياسية لا يمكن لحكومة قادمة أن تقوم بشيء يذكر دون كذلك التفاهم مع أهم القوى الاجتماعية نقابات العمال ونقابات العراق إذن تونس كما يقول العديدون لا تحكموا إلا بالتوافق لا تحكموا إلا بالحد الأدنى ولكن هنا الإشكال هو حين هذا التوافق قد يصبح إلى نوع من الميوع إلى تغييب البرامج وتغييب الإرادة السياسية المعادلة الصعبة في اعتقادي بنسبتي لمن سوف يطلع بمهم الحكم هو كيف يكون لدينا برنامج إنقاذي وإصلاحي واضح بقاعدة عريضة من المساندة السياسية والاجتماعية وهذا لسأمر نهينا جميل هل يمكن أن يتحقق بتحالف بين لنقل ثلاثة أحزاب أو كتل أساسية إضافة إلى النقابات في الخارج ومؤسسات المجتمع المدني يعني بعض المؤسسات التي هي إلى حضور وازن كأن تشارك في هذه الحكومة فاعتقادي هذا هو المطلوب هذا هو الأمر المثالي لكن هناك صعوبات نجمة أولا تحالف مثلا أو تنسيق أو تفاهم بين نيدا تونس والنعضة له ثمن كل تفاهم له ثمن سياسي هل أن هذا التفاهم السياسي سيكون على حساب تفاهم اجتماعي ممكن أم لا لأن ما لا ينبغي أن نخفيه لأن دور المجتمعات المنظمات العملية ومنظمات العراف أصبح قوين جدا في تونس هم الذين أداروا المرحلة الانتقالية دعني فقط أفكك هذا التحليل حتى نستطيع أن نحيط به معايل الوزير من الطرف الأقوى الآن في المعادلة؟ هل هي حركة النهضة؟ من حيث الاشتراطات السياسية أم نيداء تونس الذي يريد أن يتصدر المشهد في كل شيء؟ أعتقد أن للوهلة الأولى هناك انتباع أن نيداء تونس هو الأقوى وقوته تكمن فيما فاز به من مقاعد ولكن تعلم تماما في العلوم السياسية أن مكام القوة ليس فقط هناك مكام قوة مخفية وأعتقد أن في جميع الديمقراطيات هناك الأقليات الضغطة وهناك الأقليات المحطة ولكن لحظة الانتصار الأولي والرمزي تجعل موارد القوة لدى حركة تونس نيداء تونس ولكن أعتقد أن ما بدأ يتسرب إلينا وبدأ التصريحات يبدو أن هناك قبول لحركة النهضة بأن تكون شريكا ما في الحكومة التي يشكلها نيداء تونس وهذا ربما مكنت التسريبات منذ لقاء الغنوشي مع الباجي قيد السبسي في باريس ولكن سيكون له ثمن قاسي ما هو الثمن؟ ثمن القواعد القواعد الشعبية المصوتة للنهضة نعم قواعد النهضة ربما هذا يدفع بحركة النهضة إلى تنازلات مؤلمة على المستوى التنظيمي وعلى مستوى التشكل الفكر كذلك نيداء تونس أيضا وهو يذهب يجازف ويقامر بهذا وربما يدفع الثمنا ليس لقواعده ولكن أكثر لنخبه للنخب بخصوص نيداء تونس شو شكل اللي ممكن يخسره فقط قيادات نخبية موجودة فيه كانت تنتمي أو عند ما يسمى بمنظومة مصالح أو قوة موزعة مثلا؟ لا يعني يخسر ربما مفردة لولابيل يخسر مفردة كان إلى الأيام الأخيرة أن مشروعنا نيداء تونس قام على أطروحة يسوق لا بقطة نظر عن صرامته العلمية نحن حراس نحن حراس الجمهورية النموذج المجتمع التونسي نحن حراس هذا الإرض الذي تشكل بما يحمل من ثقافة وبعد يعني هو كما يرمزنا بالجمهورية يعني نوع من النخب الليبرالية المتنورة حرية المرأة لكن البعض يقول أنه أغلب ما أخذه من شرعية على الأقل يخشى أنه إذا تحالف مع النظر أنه هذه العملة التي سوقها كذا كذا وكانت تصبح بلا جدوة يعني هو كأنها بخسها ما أدري إذا كانت هالأد يعني هي كمان أيضا باهظة ثمن في العلوم السياسية على أي حال البعض يقول أنه بعض الشرعية اللي أخذها نداء تونس هو طبعا ليس حبا في النهضة وكان الخيار أحيانا نداء تونس برأيك سقف التنازلات التي قد يقدمها الطرفان على افتراض أنه إمكانية التحالف بينهما عند أيهما أكثر ويعني ثم عنصر أساسي سوف يحصل بعد أقل من أربع سابيع وسوف يؤثر بصفة جوارية على المعادل وهي الانتخابات الرئاسية من سيكون رئيس تونس القادر؟ لو كان مثلا الأستاذ الباشي قايت سبسي رئيس حركة نداء تونس لأصبح تشكل المشهد السياسي كله من نداء تونس كله من نداء تونس وأصبح بيد نداء تونس يمكن أن نقول سياسيا الحل والعقد لو كان شخص آخر وربما يكون أقرب لحركة النهضة لا تم تعديل المشهد السياسي بصفة هامة يعني المشهد لم يكتمل بعد نحن في خطوته الأولى مهم جدا رغم أن السلطة سوف تكون بيد الحكومة والأغلبية النيابية لكن السلطة الرمزية والمعنوية لرئيس الجمهورية القادر مهم جدا هل بإمكان حركة النهضة أن تقبل أن يكون رئيس الحكومة من نداء تونس ورئيس الجمهورية أيضا من نداء تونس مقابل أن تكون شركة في الحكومة هل تقبله؟ في اعتقادي والتسريبات والمفاوضات الجيلة الآن وحتى في التصريحات العالمية لا توجد رغبة لا عند نداء تونس ولا عند النهضة بأن يكون رئيس الحكومة القادم شخصية سياسية متحذبة يبدو أن النية يعني في تصور داء تونس لا سيما انفاز في الرئاسية وأصبح رئيسه ورئيسا للجمهورية هناك رغبة في اعتقادي حسب بعض التصريحات وحسب ما نستشفه بأن تكون الحكومة ترؤسها شخصية مستقلة غير يعني لا تعقد المشهد السياسي ولا يحصل حولها تجاذب حاد يسر إيجاد حكومة ذات فاعلية من جهة وذات مقبولية سياسية حكومة غير سياسية أقرب إلى التكنقراط حول مزيج ربما تكون فيها بعض الشخصيات أنا لا أستبعد مثلا أن يكون رئيس الحكومة القادم شخصية مستقلة أن يتم الإبقاء على بعض وزراء الحكومة الحالية كوزراء الدفاع والداخلية هل تتضح ملامح الشخصية الأبرز أو الأنسب لهذه الحكومة من هذا النوع مثلا الممكن يتفق عليه النهضة مع نداء تونس على مستوى الشخصية الرئيس الحكومة على مستوى الشخصية الرئيس الحكومة لا يعني الآن لا أعتقد أن هناك شخصية محددة يدور حولها النقاش لكن هناك الملامح ملامح ربما المطوبة أن لا يكون رئيس الحكومة متحزبا من قيادين يداء تونس عندها سوف يتحمل هذه الحركة كل أعباء الحكم الرمزية والفعلية وربما سوف تصطدم برفض سياسي أولا ثم اجتماعي وشعبي ثانيا منذ الأسبوع الأولى وهذا في اعتقادي تريد حركة داتونس على ما أعلم أن تتجنبه أن تكون لديها السلطة الرمزية والمعنوية ولسيما في شخصية الباجة قاد سبسي كرئيس حكومة كرئيس جمهورية وأن تنزع ما أمكن لها من تجاذب ومن احتقان حول الحكومة أن تكون الحكومة مقبولة تونسيا على مستطبق السياسية وعلى مستوى كذلك الفئات الاجتماعية وهذا مخطط ذكي جدا إذا نجح إذا نجح إذا نجح ترى أن السيناريو جد واقعي ومنطقي قد يتحقق ومن هي الشخصية التي ممكن هل سيد مهدي جمعاه يقول الآن أنه لن يترشح أو لن يقبل أن يكون مرة أخرى رئيسا للحكومة هذا ما يقوله ما يصرح به يمكنك تتغير الأمور نحن في رمال متحركة بالانتخابات ولكن أعتقد أن نيدا تونس أكيد أنه استوعب الدرس يعني خطأ الآخرين يصبح للذكي درس وأعتقد أن نيدا تونس أكيد أنه استفاد من تجربة الترويكا ولا أستطيع أن أفهم أنه سيجازف وجل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية تكاد تكون رحلة إلى مكان تضاعفت قضية المديونية قضية توازنة الاقتصادية الكبرى قضية البطالة ما بنكون نحن هنا أمام إشكالية للبرامج لأنه نداء تونس لما ربح الانتخابات هو البعض يقول أنه في برنامج قدمه كذلك النهضة وكذلك عندما تصبح الحكومة بهذا اللون غير الواضح والمحدد يعني يكون أحيانا على حساب حتى البرامج المطروحة التي على أساس تم انتخاب هذه الكتب نعم لا أعتقد أنا شخصيا يعني لا أعتقد أن الناخب التونسي انتخاب حسب برامج لا أعتقد أنه الناخب التونسي انتخب حسب برامج انتخب الناخب التونسي هذا وربما سيقع إثباته حينما تتطور أيضا نحن أمام حق المعرفي بكر يعني سوسيولوجي الانتخابات لم تتطور في تونس وليس لنا تراث كبير ولكن لا أعتقد الناخب التونسي كما ذكر الأستاذ كريشان انتخب لأمرين أمر الخوف وأعتقد أن حديثة ودليل ربما بقطع نظر عن توقيتها ربما رفعت لأنه هنا في المجتمع رفعت ما يعني الناخب وهو يهرول إلى صندوق يستحضر تماما آخر صور وأعتقد أنه أنه حديثة ودليل يعني غذت منسوب الخوف بشكل مهم جدا لم تكن لطرف حزبي محدد وإنما الخوف على الانتخابات هناك فيء سياسي زميل هناك فيء سياسي للعملية الإرهابية في ودليل ذكت حسابا على حساب طيب السبب الثاني حينئذن الناخب التونسي يعني نخب وذهب إلى الانتخابات وهناك هاجس خوف مهم جدا حقيقي مبالف لكن حقيقي وهو الذي أدى وأملأ السلوك الانتخاب تقول في مبرر ثاني فيه الناخب التونسي أعتقد نخبة حول صور تعدلت باستمرار صورة الثيقة وصورة الكفة وهناك صور في بعض الأحيان صور مسبقة أو صور غير واقعية تم تعديلها وهذا ربما أيضا اللي أبحث به أنه الإعلام يلعب دور مهم جدا لا أصفوا دور الإعلام ولكن لا يلعب دور مهم في سياغة هذه الصور حين إذن الناخبة يعني نخبة يعني نخبة إما تحت هجز الخوف أو لسور تم تعديلها وتسويقها وتنوجها لفئة هذا الطرف أو ذلك البعض يقول أنه هذا التحليل هو قد يكون كثير منطقية لو تحدثنا فقط عن فائزين النهضة ونداء تونس لكن نحن أمام أيضا مفخم يعني قراءة يعني في شيء مما يترتب عليه وهو بروز قوة جديدة لم تكن لها حظوظ سيد السليم الرياحي بكتلة وازنة ربما تفوق الجبهة الشعبية صاحبة التاريخ النضالي وأيضا انكفاء وضمور بعض الكتل التي كانت لاعب أساسي في الحياة السياسية التونسية برأيك الآن انطلاقا من هذه المقاربة هذه الأحزاب ما هو شكل دورة داخل البرلمان أي أن كانت التحالفات الحزبية أو العلاقة ما بين نداء تونس وحركة النهضة بداية في ثواني بسيطة يعني أريد أن تفعل مع صديقي الدكتور يعني لا أعتقد أن العملية الارهيبية الأخيرة قد لعبت لفائدة فريق ضد فريق قد يكون ذلك يعني صحيحا لو حصل ذلك قبل ثلاثة أو أربعة أشهر لكن أعتقد أنها لعبت كذلك في تخويف الناس من الذهاب إلى صدوق الاقتراع ربما هي التي تفسر العزوف النصبي عن الاقتراع ولا أعتقد أنها أثرت على العالمية الاقتراع أعود إلى سؤالك وهو سؤال هام جدا لدينا الآن مشهد متحول لدينا قوة لها تاريخ نسبيا طويل عشرات السنين من النظال نعم جلها نبنى حول مسارات شخصية بالأساس ونظالات شخصية هناك قوة سوف تندثر من الساحة أشرنا إلى حليفي النهضة سابقا ولكن هذا لا ينسحب فقط على حليفي النهضة هناك الحزب الجمهوري ومرشحه مرشح الانتخابات الرئاسية وكان يمنى النفس بأن يكون القوة الثالثة أو رابعة في البلد نعم والحزب الجمهوري يعني حقق نتائج مخيبة للأمال هناك كذلك أحزاب متسامة بوسط اليسار كحزب المسار أو حزب التحالف الديمقراطي هذه كل حزب تذررت يعني تموح أن يكون لدينا وسط يسار قوي سواء بتحالفه مع النهضة أو بعدائه لها أعتقد أن هذا تموح قد اندثر تقريبا قد غاب وسط اليسار لدينا طرف إسلامي قوي جدا في البرلمان لدينا طرف لنقول حداثي لكن حداثي بالمعنى العام الكلمة لا بالمعنى العقايد هو استمراء إلى حد ما إلى الحركة الوطنية ويتمثل في من؟ في نداء تونس في نداء تونس الغالب لدينا اليسار الرديكالي الذي نجح لا يمكن أنا مسرور بهذه التصنيف حضرتك والتشريح لكن نداء تونس في هذه الحالة التي تتحدث عنها لا يمكن بأي حال أن يكون هناك أي قلق منه أن يستحب شيء من المنظومة القديمة في أي شكل من الأشكال يعني التخوف من هذا الجانب هو غير مبرر عند الأطراف غير المؤيدة له عندما نبقى على مستوى المفاهيم ربما لكن ما معنا المنظومة القديمة هناك اليوم أحزاب تقدمت وهي تدافع على المنظومة القديمة وتدافع على النظام السابق وتدافع على ابن علي وتقول بأننا تونس كانت بصفة جيدة تحت نظام بن علي هذه الأحزاب قد عقبها الناخبون قد حصلت على نسب ضعيفة جدا وهذه الأحزاب يقودها وزراء مسؤولون سيكون في نظام بن علي ففي تصور تونسي ربما على غير تصور السياسي نيدا تونس لا يمثل للمنظومة القديمة نيدا تونس يمثل استمرار لنوع لتمثل معين للروح التونسية أو لما نسميه نحن بالحداث التونسية ولا شك ولا شك في هذا التمثل عناصر عديدة كانت تنتمي إلى الحزب السابق حزب التجمع المنحل وإلى دوائر السلطة وإلى دوائر النخب السابقة هي في هذا الحزب وتصوت له لكن لو كانت فقط هذه الدوائر التي تصوت له لما فسر لنا فوزه في هذه الانتخابات هناك اعتقاد قد يكون مخطئا بأن هذا الحزب يمثل ما نسميه نحن في تونس أو ما يسميه بعضهم في تونس الهوية تونسية على عكس الهويات الأخرى هناك كان الشخصية تونسية الوطنية تونسية هذا الحزب يعبر عنها بصفة منفتحة غير عقايدية نعم نحن أمام الآن إذن تيار حداثي تيار إسلامي قوي لا يمكن استقصاله أو تجاهله وهناك تيار يساري ممثل في جبهة شعبية يسار راديكالي كذلك تمكن من التوحد لدينا ما أسميه أنا بتيارات شعبوية متنوعة وأعتقد أن مظاهرة حزب الاتحاد الوطن الحر لأستاذ سليم رياحي من هذا الصنف أي لدينا في 2011 حزب تيار العريضة الشعبية بمعنى في اعتقادي مغامرة شخصية لشخص يعني يأتي من عالم السياسة أو من عالم المال أو من عالم الأعلام أو من عالم الرياضة في وضع الحال مغامرة شخصية تريد أن تقود البلد من غير المنظومة السياسية الكلاسيكية تلوم حولها جملة من الآليات والإمكانيات والدعم الشعبي وربما كذلك من القوة الناخبة العريضة الشعبية كانت الثالثة في انتخابات 2011 لاتحاد الوطن الحر الثالث في انتخابات 2014 وبوجود الاتحاد الوطن الحر اندثرت العريضة الشعبية التي أصبحت طائرة المحبة هل لديها مستقبل العريضة الشعبية اندثرت بعد ثلاث سنوات ورئيسها الأساس داشمي حامدي أعلن اليوم أنه منسحب من المنافسة الرئاسية لأنه اعتبر أن فشد حزبه لا يخول له أن ينافس بسفة جديد إذن ولدينا الشتات حوالي ربما ثلاثين مقهد نعم موزعين بين أحساب لا يمكن أن تكون قوة مستقلة أو ضغطة لكن يمكن إن لم يحصل التفاهم بين نيدة تونس ونعضة أن تبتز أحد الطرفين يعني هي يمكن أن تشكل أغلبية مع نيدة تونس لكن ربما في عالم السياسة كما في عالم الأعمال أن تتفاوض مع طرف وحيد لديه قوة تفاوض وقوة تمثيل بدل أفضل أفضل من أن تتفاوض مع عشرة أطراف كل يغني على ليلة ويعني أريد فقط أن نعلق في ثلاثة ثواني على مسألة البرامج نيدة تونس تقدم من الأحساب القليل الذي تقدم ببرنامج ذخم حركة نهضة مثلا لم تتقدم ببرنامج تتقدم ببرنامج سريع جدا لأنها تقدمت ببرنامج هام في 2011 لم تطبق منه أي شيء ولذا اعتبرت أن الأهم أساسي ليس في البرنامج اليوم حركة نهضة في اعتقادي مستعدة أن تمضي بأصابعها العشرة على برنامج نيدة تونس ليس لديها مشاكل فيما يقترح نيدة تونس كحلول اقتصادية واجتماعية انطلاقا من ذلك بسؤال أخير معالي الوزير أريد أن أسأل مضى الانتخاب الآن نحن أمام خارطة جديدة تتشكل هذه الخارطة برأيك ماذا ودعت تونس وماذا ستستقبل أنا فقط أريد أن باختصار أدبب مع الأشياء حذرني نيدة تونس استفاد لأنه لما تم حل التجمع الدستوري الديمقراطي الأحزاب نعلم تماما بالسوسولوجيا السياسية ليست فقط هي قوانين ومقرات هي شبكة من العلاقات المحلية ومن الوجوه المفاتيح يعني كما يعني مثلا في العشائر في المختار المخاتير يسموهم في المشرق وأعتقد أنه الآن الخريطة التي سوتت لي استفادت كثيرا من شبكة العلاقات الخاصة والشخصيات المفاتيح على المستوى القرى والعمادات والأرياف وبعض حتى المدن هذا استفادة يعني براجماتية وهذا مشروع في عالم السياسة ماذا ودعت تونس أعتقد ودعت تونس نوع من من المحرمات يعني والشيطان أعتقد أنه الآن نتخلص تماما من حلم كبير وكأننا في مفارقة للتاريخ بكلمتين ماذا سطلت يعني انتخابات بن علي كان يعد بها في 2014 تسيير هذه الانتخابات 2014 وجزءا من المنظومة يرافقنا بهذا أشكرك كل الشكر مع علي الوزير مهدي مبروك شكرا لحضورك معنا أشكرك أستاذ زياد كريشان رئيس تحرير جريدة المغرب وكل الشكر والتقدير لكم مشاهدين على حسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر